وفاة إيمان فريد الديب إليكم التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد توفيت ابنة فريد الديب المحامية إيمان فريد الديب منذ قليل حيث قال الفنان تامر عبد المنعم طالق شقيقة الدكتورة إيمان فريد الديب ابنة المحامي فريد الديب والتي وافتها المنية قبل قليل متأثرة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أن جثمنا الفقيدة سيشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر مباشرة إن لله وإن إليه راجعون حيث أصيبت الدكتورة إيمان فريد الديب بفيروس كورونا في العشر الأواخر من رمضان وحاولت الأسرة علاجها وفق بروتقول علاج منزلي متبع من وزارة الصحة لكنها هي إرادة الله إن الله وإن إليه راجعون والراحلة نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المعادي حيث مكست في العناية المركزة لفترة ثم استقرت حالتها وأقر الأطباء بحجزها في غرفة متبعة لكن حالتها تدهورت بشكل كبير أمس حتى لفظت أنفسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة قبل قليل إن لله وإن إليه راجعون حيث إن الفيروس أتلف الرئة بشكل كامل والمرض تمكن منها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سائلنا المولى عز وجل أن يرحم ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين ترجمة نانسي قنقر